تحية وئام وسلام لكل الإيرتريين المحبين للوئام والسلام أينما حلوا أنا إصرار إبراهيم توتيل مالك ورئيس مجموعة شركات توتيل التي تتشرف بتنظيم أول وأكبر حدث من نوعه يهتم ويعنى بقضايا محددة لم تجد اهتماما يذكر على المستوى الإيرتري وهو كرنفال إيرتريا 2017 في إسطنبول لن أتحدث هنا عن تفاصيل الكرنفال التي لم تعد خافية على الجميع بل سأدخل مباشرة في التداعيات التي تلت إعلاننا لمبادرة تنظيم الكرنفال ورغم غلبة الإيجاب إلا أنني سأركز هنا وببالغ الأسى والأسف على السلبي منها وذلك للأسباب التالية من البديه أن تخضع كل مبادرة تحمل طابعا جديدا للنقاش والمساءلة والتقييم ومن الطبيعي أن تتباين الآراء حولها بين متفق ومختلف وحتى مشكل وقد طرحنا فكرة تنظيم الكرنفال ونحن واعين تمام الوعي بذلك لذا اعتمدنا ثلاث مبادئ أساسية في تعاملنا مع الآراء الأسئلة الشكوك وحتى الاتهامات المتعلقة بالطبيعة وجوهر الكرنفال وتلك المبادئ هي الصدق والشفافية والنفس الطويل ولكن يبدو أن البعض للأسف أساء تفسير التزامنا بالمبادئ المذكورة وتجاوز حتى الخطوط الحمر للثوابت الوطنية والأخلاقية والمهنية والشخصية وعندما يصل الأمر إلى هذا الحد فإننا لن نتخلى عن الصدق ولا شفافية بل سنعطي النفس الطويلة عطلة مؤقتة ونستبدله بالتصدي الفوري وإحقاق الحق وكشف المستور ورد على المرجفين والمرجفات وأظنكم لاحظتم جميعا ما عدا المغرضين أو الذين في قلوبهم مرض كيف أننا تعاملنا حتى الآن بصبر ووضوح مع كل التساؤلات والشكوك والاتهامات بما في ذلك تلك التي حاولت إلباس الكرنفال ثوبا سياسيا أو طائفيا أو عرقيا بل تحملنا إساءات واتهامات طالت طبيعة تمويل ورأس مال الشركة وتعدت ذلك إلى شخص مالكها وأسرته وتحملنا كل ذلك لإيماننا بأننا تصدينا لشأن العام في مجال مهم وهو مهمل في نفس الوقت إنما للصبر حدود وخاصة وتحديدا عندما يتجرأ البعض علانية ومن خلال وسائل إعلامية بتوجيه اتهامات لا علاقة لها بهذا الكرنفال وهي اتهامات لي شخصيا ولأسرتي لم تكتفي بنزع شهادة الوطنية التي لا يملك أحد أن يمنحنا إياها أو يأخذها منها بل تعدتها إلى وصمنا بغسيل الأموال والتلاعب بمصائر الإيرتريات في الخارج والإتجار بالبشر وتهريبهم وهذا العمري ليس خطا أحمر بل هو إعلان حرب لا يملكون عدتها ويجهلون ساحتها أو يتجهلونها ولما كانت هذه الاتهامات لا تخص الإيرتريين وحدهم وإنما الإنسانية جمعاء فإنني أعلن أمام الشعب الإيرتري وكل أصحاب الضمير في العالم أن ساحة هذه الحرب ستكون القضاء وعدتها الأدلة والإثبات وحسمها بإحقاق الحق براءة أو إدانة وإنصاف المظلوم ومعاقبة الظالم وفي المقدمة وإمعانا في الوضوح والشفافية فليستعد مالك أو مالكو إزاعة أدال والمرأة التي يستضافوها في إزاعتهم لينشروا على لسانها تلك الأراجيف للوقوف أمام ساحات القضاء في البلد الذي يقيمون فيه ليدافعوا عن مصداقيتهم أو يدفعوا ثمن مقترفوه وأود أن أؤكد للجميع أننا لن نسكت بعد الآن على كل ما يمس بكرامتنا الشخصية أو الأسرية وسمعتنا الاجتماعية والأخلاقية وسيكون القانون هو الفيصل بيننا وبين كل من تسوي له نفسه ذلك لأن معظم هؤلاء يقيمون في بلاد تحكمها سيادة القانون رغم أنهم يتصرفون بعقلية القرون الوسطى أو ظلاميات عصرنا الراهن وأخيراً وحتى لا يفهم من كل ما ذكرت أننا ضقنا بالنقد أو الرأي الآخر أول اختلاف إنني أشدد على أن من حقي بل من واجب كل إيرتري أو إيرترية أن يبدي رأيه في الكارنفال ويختلف مع فكرته ومبادئه وأهدافه أو يتفق معها أو يعلن مناهضته لها ولكن في حدود الاحترام وأدب الاختلاف والتمسك بالحقائق والتقييد أو والتقيد بأخلاق الحوار والتزام القوانين وليعلم الجميع أننا ماضون في تنظيم الكارنفال والذي سيكون سنوياً رغم أنف المحاولات الرخيصة لاغتيال الشخصية وإلباس الرغبات أقنعة الحقيقة بعد أن فشل أصحابها في امتحان الحوار ومجابهة الفكرة بالفكرة والرأي بالرأي والعمل بالعمل أما على ذلك فلكل حادث حديث ولكل داء دواء وإلى أن ألتقيكم في كرنبال إيرتريا 2017 في إسطنبول أتمنى لكم التوفيق والسداد في حلكم وترحالكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر